قرار تجديد موسماني المخاطرة على أسس وعلى أشياء مدروسة خلاص خدت المخاطرة الأمور مشت الحمد لله ربنا كرام اتنين بطولة وقعد بقى كر وقول الكلام اللي انت عايز تقوله خلاص نجحت كثيرة جدا خلال هذه الفترة اختيار التوقيت اللي هو ما بعد مباراة وقبل مباراة اختيار التوقيت مهم جدا 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 إدارة النادي الأهلي ادي الدرس في الإدارة وكيفية اتخاذ القرار مدرب محقق إنجازات كتير ونجحات غير مسبوقة في فترة وجيزة جدا النتيجة أنه كان يستحق التجديد عشان يكمل المسيرة النجاح وبالتالي كان هناك قرار من الإدارة بالتجديد لبيتسو موسماني أهم ما يميز هذا الموضوع الاستقرار الفني لأن الاستقرار الفني هو أساس نجاح أي منظومة مستقرة أي منظومة أساسها الاستقرار الفني والاستقرار الإداري مدرب كبير وخبير عند بعض الأخطاء ودايما بنتكلم على حضراتكم فيها ولكن دايما بيتدرك أخطاءه بعدين هو فيه مدرب ما بيغلطش واللقية الناس وقفة المسلماني على الوحدة عشان زي ما قلنا قبل كده أنه شعر أصفر وشعره مش أصفر وعني مش خضرة فيعني عموما يعني خلينا نتكلم في الإيجابي أفضل وعموما برضو الواحد دايما لما يلاقي فريق زي النادي الأهلي وراجه مور عظيم الحقيقة جمهور كبير وعظيم أنا النهاردة الحلقة كلها بحركز على الجمهور لأن الجمهور مبارح عمل ملحمة ملحمة احترام وحب لإسم هذا النادي الكبير إن شاء الله يكون تركزنا خلال الفترة اللي جاية بكرة وبعده وبعده وزي ما قلت لحضراتكم التقفم اللي بيسافر دايما بيكون من حضراتكم وبيحكي لكم إيه اللي بيحصل أول بول أول بول على قد ما بنقدر طبعا وزي ما حضراتكم دايما بتبقوا عارفين